احمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد كثير من ابنائنا وبناتنا يحبون ان يتقدموا او يعني يوافقون او يريدون الزواج ممن لا يقبلهم الاهل يعني الشاب يتقدم او يريد او يعرب لابيه وامه انا اريد بنت فلان او اريد فلانة انا اتزوجها او البنت توافق وتقدم مثلا يعني للاهل احد زملائها في العمل او في الجامعة او الى اخره وهنا تثور ثائرة الاب والام في الممانعة وعدم الموافقة لوشة نظرهم احيانا الموضوع ينقسم قسمين ببساطة ممكن يكون الاب والام لهم كامل الحق في انهم يرون بخبرة حياتهم ما لا يرى هذا الابن وتلك البنت هذا امر الامر الثاني ممكن يكون الاعتراض لهوا ان مثلا الام وغدا موقف من اسرة البنت هذه او اسرة الشاب هذا المهم باجاز فقهيا هل يجوز للشاب البنت امر معروف ان امرها بعد الله الى وليها لان مش معقول كل بنت تروح تتزوج بان تريد يعني وان احنا انا اشجع ان البنت اذا مال قلبها لانسان ان نزوجه اياه ان نزوجها اياه الاب والام ودي في القضية الشرعية طالما انه مفيش اعتراض يعني مفيش يعني عيب اه شرعي في من تقدم الولد لها او يريد ان يخترن او يتزوج بها طالما فيش عيب شرعي لا حق للاب والام في الاعتراض لكن انا اهمس في اذن ابنائي وبناتي من الاخر يعني في ربع دقيقة يا اولاد يا بناتي الام بالذات امك او امك وغدا موقف اصلا من بنت اختها اذا زوجتك اياها بنت خالتك بنت خالتك بنت عمتك بنت عمتك بنت عمك وغدا موقف اساسا فما باللما تجيب لها واحدة كمان غريبة وتضيف انت الى نفسك عبئا ان ترضي المرأتين امرأتك وامك وما تعرفش سبحان الله تعمل ايه فليس من حق الاباء والامات التعنت وتركوا الاولاد يتزوجوا على طريقتهم لا على طريقتك يوم درويش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته